وفي بيت لحم وبمناسبة عيد شفيعة كنيسة القديسة كاترينا أقيم في ذات الكنيسة قداس إلهي تخلى له الاحتفال باليوبي للذهب والفضي لبعض الأسر المسيحية المزيد عن هذه المناسبة في رسالة من دبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي بمناسبة عيد شفيعة كنيسة القديسة كاترينا ترأس المطران بولوس ماركوتسو النائب البطرياركي للاتين في القدس وفلسطين قداسا إلهيا شاركه الأب رامي عساكرية كاهن رعية اللاتين في بيت لحم والأب عماد الكامل ولفيف من الكهنة والشمامسة امتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين كما وأحيت جوقة الكنيسة الترانيمة بهذه المناسبة وأنا أستشير بالرحمة الأولى بدور الأدوار بالنوع أن تقبل رابي فرابي نحوحي ورجاء وذلات ودموعي تخلل القداس الاحتفال باليبيل الذهبي واليبيل الفضي لبعض الأسر المسيحية وفي عدة المطران الذي تحدث فيها عن حياة القديسة كاترينا التي كانت من صغرها تتحلى بصفات الشجاعة والحكمة وحبها الكبير للسيد المسيح وكيف على المؤمنين أن يسيروا بنهج القداسة كما وبرك المطران تمثال القديسة كاترينا داخل الكنيسة وعلى هيكلها والتي اتخذتها هذه الرعية شفيعة لها وبعد القداس تم مباركة العائلات التي تحتفل باليبيل الذهبي والفضي وأخذوا صور تذكارية مع المطران والكهنة أمام المدبح وكذلك أقيم حفل استقبال في قاعة الرعية ونيلوا شهادات اليبيل مرفقة بمسبحة الوردية المقدسة اليوم في رعية بيت الأحم نحتفل بعيدة الكديسة كاترينا وثاليا بهذه المناسبة نحتفل بيبيل 25 سنة و50 سنة لأصحاب الزواج المقدس وعلى فكرة معلش أدوم نفسي مع أصحاب الخمسين سنة لأني أنا أيضا أحتفل بمرور 50 سنة على رسامة الكهنوتية في كنيسة الجسمانية قبل 50 سنة في هذه المناسبة طبعا تكلمنا وتأملنا في كدوة الكديسة كاترينا الشهيدة هذه كانت بطولة وشهيدة في نفس الوقت هذه كانت متعلمة جدا وأهدى إلى الإيمان المسيحي عدة فلاسفة وناس وبهذه المناسبة فضلت أن تحب السيد المسيح ولا أن تحب أي إنسان آخر وأن تتحمل صليب الشهادة قبل فوق كل شيء فنحتفل بهذه الكديسة وإن شاء الله نحتفل فيها في ماذا؟ في شهادة كل يوم العائلات المسيحية أصحاب الخمسة وعشرين سنة وخمسين سنة يحتفلون بشهادة يومية لكدوة الإنجيل المقدس للسلام والمحبة اليومي للواجب اليومي ونتمنى لهم المثابرة في هذه الشهادة المثابرة في هذه الكدوة في هذا التعلق بالسيد المسيح والإنجيل المقدس مبروك 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 القديسة كاترينا هي قديسة كبيرة كمان فيلسوفة دافعت عن الإيمان المسيحي وماتت شهيدة لأجل الإيمان المسيحي عشان هيك منصلي أنه كمان ربنا يعطينا مش فقط ممارسة الإيمان ولكن تعمق في الإيمان ودرسة كتاب المقدس حتى نقدر نشهد شهادة صالحة وشهادة حقيقية عن إيماننا المسيحي بشكر بنهاية الأمر نور سات على حضورها الدائم بين فيما بيننا تغطية احتفالاتنا ونقل رسالة الرب إلى كل الناس اللي بتابعوها إحنا في اليوم أسعد يوم بحياتنا الحقيقة إنه نكون مع بعض خمسين سنة أنا وزوجي نادر السكا ونشكركم كتير على هذا الاحتفال ونشكر نور سات على هذا التصوير الرائع وعلى التوثيق الرائع لهذا الاحتفالية الرائع لخمس وعشرين سنة وخمسين سنة شكراً كتير لكل سنة وإحنا سلمين وإنتوا سلمين والكريسي سلمين منحتفل أنا وجوزي باليوبيل الخمسة وعشرين الفدي وكتير مبسوطين ومنشكر الله عها النعمة هاي نعمة كتير حلوة من الله عقبال الجميع يا ربي أنا تشاري الأعمام بيت لحم وإحنا مش خمسة وعشرين سنة طول العمر إن شاء الله وكانت كتير حلوة سنوات الخمس وعشرين سنة وإن شاء الله تستمر للأبد اسمي ميري طبش من بيت لحم اليوم بحتفل باليوبيل الذهبي خمسين سنة متزوجين مرت لخمسين سنة حياة مريحة وربين أولادنا بكل راحة بيت إيمان والحمد لله إن شاء الله تكمل علينا بالخير وعليكم كل سنة وإنتوا سلمين تشغلتني في السياحة مع السواع وبنحتفل في عيد اليوبيل خمسين سنة من الزوجين وإن شاء الله أضعوا قبال الجميع شكرا للنرسات مارلن الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحمد